المسيحية والرومان كانوا مشيين جنبا إلى جنب والدليل أن كثير من الأمم تحت الإمبراطورية الرومانية أصبحوا أو صاروا مسيحيين إلى أن يوم واحد اسمه نيرون حرق روما ولما كان بشوف سلوك المسيحيين كان بيعتبرها مقاومة لأنه عاوز يقله الإمبراطور فابتدأ باضطهاد المسيحيين حرق روما وابتدأ طبعا يتهم المسيحيين ككبش الفداء أنه هن السبب وابتدأ باضطهاده الشرس الشديد وكان في حقب تاريخية زمنية في أيام الإمبراطورية الرومانية اللي من فترة فترة كانوا يضطهدوا المسيحيين أشد الإضطهاد فبقي الموضوع إلى أيام يحنى يحنى البشير الرائي اللي كتب إنجيل يحنى بوحي من الروح القدس في أيام دوميشيان الإمبراطور دوميتيان وهذا الإمبراطور طلب أو طالب شيء غريب عالثا يؤله الإمبراطور أو قيصر بعد موته بيدوله الشمع وبحطوله الزكرة إلى آخره بس هذا الإمبراطور دوميتيان طلب عبادة الإمبراطور وهو بعد على قيد الحياة وهنا ابتدأت المسيحية تصطدم بالإمبراطورية الرومانية لأنه هون وصل الوضع كفا يعني كفا احنا خاضعين تابعين منقوم في كل الأمور الوطنية وطبعا كل الأمور التي تطلبها الدولة مواطنين صالحين سلام وصلاة وبركة لكل من حولنا لكن هنا خلاص كفا لأنه رفضوا عبادة الإمبراطور وطبعا ابتدأ هجوم شرس جدا ضد المسيحيين يطعمون للوحوش في صراعات الجلادياتر الجبابرة وأيضا من حرق واضطهاد إلى أشرس وسيلة وأشرس الطرق وفي أيام يحنى طبعا يحنى سوبيا إلى جزيرة باطموس أكثر من سنو نص إلى موت الإمبراطور دومتيان رجع لآسيا الصغرى إلى منطقة أفيسوس واستمر الوضع بين مد وجزر الاضطهاد الأخير قبل مجيء الإمبراطور قسطنطين اللي هو الإمبراطور دوكليديانوس شن هجوم فظيع شرس جدا ضد المسيحيين وخلال هذه الحقب التاريخية المسيحية كانت بتمارس أعمالها لكن فقدوا امتيازات كثيرة ما بلاقوا عمل ما بلاقوا طبعا مكان كثير منهم كانوا في مغاير تحت الأرض بيجتمعوا في الغبات في بيوت واللي كان بيمسك طبعا كان عقابه الموت وكان يطلب منهم أنه انكر المسيح أو بتموت وإذا بتقرأ عن اضطهادات المسيحيين أنه المسيحية نمت ليس بالسيف ولا بالفتحات ولا بالقتل ولا بأي يعني يعني بأي ظروف عسكرية أو سياسية وليست حروب دينية لكن بكل بساطة محبتهم ليسوع خضوعهم ليسوع إيمانهم بيسوع أنه حي والنتيجة أنه مات أكتر من 3 مليون شخص في أقل من 200 سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر